هل اختيار شريك تجمعكم نفس الاهتمامات شي ناجح أو يعتبر مجرد نسخة مملة؟ كلها كلها مو النجاح الطوالي نجاح ممل لا تنسى لا تنسى أسياد القمم هم أسياد القيعان هم يعرفون كذا يعرفون يعني كذا حياتهم جيدة يعني مفيد تطلع الحياة أسهل تطلع فيه يعني أشياء سهلة وفي ناس وقت تطلع أشياء مملة شنو تفسير شخص يعرف هذا هو الشخص المناسب بس يرفض لأنه ما يفكر بالزواج السؤال نفس الشخص صح؟ طيب التفسير أنه نحن كثير ننظر للصورة الصغيرة كثير يعني مثلا قل نقول لك مثال ممكن أن تشوف شخص يحمل الصفات اللي أنا قلت لك إياه قرار شوية بعد تقول هذا هو هذا هو لقيته يا دكتورة سوية لقيته بالضبط نرس ما تقولين بالضبط بالضبط لقيته بالضبط بس تخيلي قال ما أنا مستعد للزواج لها أكيد هو غلطان أروح بصححنا المعلومة و أقول له أنه أنت غلطان أنه أنت ما أنت عارف المقوع أنا فهم لكن دعوني أذكركم ونحن لا نرى الصورة الصغيرة يعني يمكن أن هناك من هذا الشخص الذي فيه هذه السمات عشرة عشرة غيرة بس أنت الآن شايف هذا بعد يومين لما يختفي هذا يظهر واحد ثاني بعدها بسنتين يظهر واحد ثالث وهكذا فبالتالي إذا ما يفكر في الزواج ما يفكر في الزواج ما يفكر في الزواج مو غصب يعني وخصوصا إذا كان شخص عنده يعني نية واضحة ومحددة فالغالب أنك يعني ما تقدر تغير القصة إيش ردك الفيديو الترند اللي طلع بتويتر الله أكبر ما أعرف والله علموني وش في طلع ترند ما دايما ترند تويتر علموني يقولولي عشان يعني أرد إذا كان موضوع يستدعي الراد أجلد إذا كان موضوع يستدعي الجلد أوضح إذا كان موضوع يستدعي التوضيح أطنش في الغالب إذا كان موضوع يستحق التقنيج كيف أجذب رجل يعجبني تكلمنا في جلسة جذب شريك الحياة موجودة في دورة دايزي وعاني من الفقد المفاجئ المتكرر في علاقاتي العاطفية وعندي ارتفاع هرمون الذكورة أول شي خلينا نفصل الموضوعين عن بعض وإن كانوا قد يكون في العمق متصلين بس ما نقدر نلقط النقطة اللي أنت تكلمين عنها منظم أن أجب الت isn't with the anothman إذا كان هناك موضوع مرتبط بالمستشفى أو مرتبط بالقصة مرضية يجب أن تراجعونها عند طبيب مختص وإما إذا كان لديك الخلل في طاقة الذكور ولا نكتعل لدينا عن هرمونات اذا كان لديك خليل في طاقة الذكورة ولا نتكلم عن هرمونات ولا نتكلم عن طبيبة كما تتكلم عن طاقة الذكورة ولا نهارف Hae إذا عندك تشعرين أنه عندك خليل في طاقة الأنوثة والذكورة وحان الوقت انك تعدلين هذا الخلق يعني متى ناوية تاخدين خطوة تجاه الامر سواء تبغين تحضرين كورس عندي سواء تحضرين كورس عند احد ثاني سواء تبحثين عن كتاب سواء تبحثين في اليوتيوب مدام حطيت النية راح تجدين الطريق راح يتجلى لك الطريق يعني لا يخلو لا يخلو الطريق اذا في نية لن تعدمين الوسيلة مهما كنتي حتى لو ما عندك ولا فلس حتى لو راح تظهر عندك اذا بس حطي النية انه انا او شي اعترفي قولي انا عندي خلل في الذكورة طاقت الذكور ونوثا حطيت النية اني انا عدل هذا الشي راح تتجلى لك الطريقة بشي اللي يناسبك وبالطريقة اللي تناسبك حتى تنتهي من هذه القصة حتى تنتهي من هذه القصة الشي ثاني موضوع الفقد المفاجئ قد يكون عندنا ما استبعد انه يكون عندك قصة فقد قديمة في مرحة الطفولة وبالتالي عندنا قصة يبغالها تنظيف يبغالها يعني ايش تطلعينها من الوعي الطفولي القديم كده وترتبينها وتصلحينها وتبدلينها وقد يكون عندنا ازمة التعلق بمعنى انه انه انت في كل مرة يكون في علاقة يكون في كثير طاقة رايحة في تعلق فهذا التعلق يستدعي الهروب يستدعي الهروب يعني في الغالب في هروب في تعلق في الغالب لانه الطرف الثاني يضطر الى ذلك بسبب كبر حجم الطاقة بالنسبة له كثير كثير عليه هذه الطاقة فيضطر الهروب فيضطر الهروب وبطريقة مفاجئة يمكن نرجع للقصة الطفولية ذلك عندك مجموعة من القصص المفروض انك انت تعالجينهم يعني ترتبين هذا الموضوع موضوع الصدمات الطفولة وموضوع التعلق وموضوع موازن طاقة الذكورة والأنوذة هل من الممكن ان نعتمد على الابراج في اختيار شريك الحياة يعني مثلا طابقين خريطين على بعض وبعدين تقول اوك اوكي هذولي الطابقون وانا مثلا ما شفت الشخص ولا حسيت بطاقة هذا الشخص هذا كثير بعيد لانو الخريطة اللي على الورقة شيء والنتيجة اللي وصل لها الشخص شيء ثاني يعني الخريطة هي اللحظة اللي ولد فيها الانسان بس هو الان وين هو الان وين هو في مكان اخر غير المكان اللي ولد فيه فبالتالي ممكن تقابلين هذا الشخص تكتشفين ان طاقته كثير احسن او كثير اسوأ من اللي كان موجود لكن لو قلتي مثلا انا والله عندي شخص والله يعني احس ان الاشياء تكلمنا عنها احس اني عرفة في قيمة مشتركة عالية طاقة الانوثة والذكورة ودي انتي اسوي برضو مطابقة للخريطة واسأنس فيها اقولك برابو والله فكرة جيدة فكرة جيدة انا اؤمن بتعدد المدارس وتعدد الطرق وتعدد الابواب وان الواحد يسمع ويقرأ ويشوف ويعني يبحث على الخياس وما يعتمد مئة بالمئة على طريق واحدة وعلى فكرة واحدة فهذا يخلي الانسان متطور وانا يعني يبحث يبحث كل اتجاهات اي كده اقولك اوكي هذه فكرة متطورة اني انا ما اخلي الخريطة هذه اللي تقودني لا اخلي اني انا استأنس بها استأنس بها بس الشي الحقيقي انا بشوفه وبحسه قدامي بعدين اشوف الخريطة لماذا ينجذبون الي اشخاص لا استطيع ان ارتبط فيهم او ما اكون مقتنعة فيهم يعني قصدك ما تتم القصة سواء انه من جهتهم يكون في مشكلة او مثلا شي اجتماعي شي بيئي تبع الجنسية تبع الدين اشياء هذي اللي في الوعي الجمعي او من طرفه هو يعني انسحب يقولك لا والله صرت متزوج صرت مرتبط او من عندك انت انه انت مو مقتنعة فمعناها انه انه كل هذا الاشخاص موجودين لرسالة معينة مش هما شريك الحياة المقصودين لكن ليش هما انجذبوا او صار في هذا الانجلاب ممكن تكون فيه نوايا اخرى هذا وارد جدا احنا كثير نجذب اشخاص لنوايا متعددة ما تكون بالضبط هي شريك الحياة بعض الاشخاص ترى يضيعون يعني تكون اوكي حاطة نية جذب يعني علاقات جيدة حاطة نية جذب مال حاطة نية جذب حب حاطة نية جذب شريك حياة حاطة نية جذب مشاريع طيب وظهرها رجل على طول تشبك الرجل بنية الزواج طيب انتي كم عندك من نوايا مصفوفة يمكن هذا نية المال لانه لما انت تحط نية المال بالضرورة يتجلى لك اشخاص يحملون طاقة المال مو بالضرورة تتزوجين عادي ويعتخذين مننا فلوس لا الطاقة بس يعني ما في اهم من طاقة الشخص اللي يحمل المال كثير مهمة كثير مهمة كثير فعالة في القصة فمش بالضرورة على طول اي شخص يظهر تروحين تلزقينه في موضوع الزواج لا يعني السمات الزوج تكلمنا عنها قبل شوي صارت اوضح بالنسبة لنا ونحاول برضو نتكلم اكثر المرات القادمة بس انك ممكن تنتبهين للاشياء الثانية اللي موجودة فيها الاشخاص وبما انه في عائق في النهاية منع الزواج فمعناه هم موش موجودين للزواج هم موجودين شي ثاني فكونك انك انت تلزقين الموضوع في نية الزواج قد يفوت عليك النوايا الاخرى قد تفوتين عليك قصص اخرى انت ما انتبهتي لها لانك مركزة على تلك النية